فكرت في فكرة الصحور واكترحت الفكرة على مستر علي عايش عندي في ميراج ورحب الفكرة جداً ودعمني واشتريه لي بقى السنة دي هو الجلبية أنا السنة اللي فاتت أنا اللي كنت مستلفة الجلبية والطابلة من أصحابي اشتريه للجلبية والطابلة وقدرت فول وقال لي احنا بتدعمك احنا معيك وعمل اللي انت عايزه طب يعني هكذا بنبيع فول كمان مع الصحور ولا ايه؟ اه لأ بنبيع فول اللي عايز بييجي ياخد من غير فلوس واللي عايز برضو بييجي ياخد بفلوس بعيد عن عن تمن الصحور يعني لو حد هيادي يتسخر في ميراج الموضوع ده عاملك حالة من السعادة بيتالي على المستوى النفسي المبسوطة من الناس مبسوطة صراحة يعني بغرد النظر عندها يعني كل اللي في ده بالحمد لله مبسوطين وانا مبسوطة ان فيه ناس من بره مبسوطة فدي حاجة مفرحوني يعني ان انا قدرت بيش ابسط بس صحابي ان انا ابسط ناس تانية كتير انا ما عارفهوش ما شاء الله طب عايز اتكلم برضو على ردة فعل المصريين والاجانب ممكن حد اجنبي بيشوف الطقس ده لأول مرة طب عايز اتكلم بقى الناس ازاي بيتعاملوا معك سوى مصريين او اجانب اه اخوة يعني فيه ناس كتيرة واقفة بتتصورت معي اه من الاجانب واعجبهم طبعا للتقوسة علشان بنت كمان ولبسة جلبية ومشي بطبل بالطبلة وبقفها بيبقوا مبسوطين فرحانين شايفين حاجة ما شفواش قبل كده هل في نداء معين انت بتقوليه ولا زي ما بتيجي بقى حسب الظرف كل يوم ما هو انا لو اعادي على بيوت حد من اصحابي فانا عارفة الأساني اه اننا لو ماشي في الشارع عادي اللي هي اصحى يا نايم واحد الدايم رمضان كريم اللي هي الجملة الاعتيادية بتاعتنا دي اه اه طب فيه اطفال بيكونوا موجودين كده وبيبقوا سامعينك بيطلعوا لك يوليك الاطفال بتتلمع حواليا وبيعودوا بناد نلعب مع بعض شوية كده ونطبل بالطبلة وننبسط شوية وبعدين بكمل دين